موسيقى 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 أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في الجزء الثاني النهاردة من حلقتنا مع كهرباء وكهرباء جديد وكهرباء مختلف تماما واكتشاف بالنسبة لي لأول مرة سمعت عنه كتير ولكن تقريبا أول مرة أشوفه أول مرة أسمعه بحاول كتير أقلبه في حاجات كتيرة جدا ولكن بيفجئني الحقيقة بيديني ردود غير متوقعة تماما موسيقى 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 بنات ومش مركز في الكورة لا فيش الكلام ده خالص اكسم بالله لا فيش الكلام ده بس في حاجة كتير يعني مثل يعني صحابي مثلا في فرح في خطوبة مثلا عاملها في مكان مثلا عشا فممكن اروه مع صحابي عادي عسلا عندي انا شاب يعني مش عجوز ولا صغير بدي حياتي الشخصية وكده بس انا مليش في المواقف التاني دي خالص والله كابتن مليش في الكورة خالص يمكن انا بطلع عليا كلام كتير اوي بس ما يعني كله كدب يعني اكيد مثلا لو كان كنت مثلا بصهر وبخرج وعلى طول بنات وعلى الشرم كان اكيد مثلا يعني نزلي السور كتير او فيديوات كتير كان في صحابي عادي يمكن فيه ناس معجبين بنات كتير اوي بتصوروا يعني فيه بنات كتير اوي بتصوروا تجوزت قبل كده كتير؟ ايه؟ تجوزت كتير؟ لا لا ما تجوزت كتير ولا تجوزت اصلا ماتجوزش اصلا ولا مرة؟ كان فيه خطوبة تقريبا بنتك بالعصام ايه خطوبة طبعا ناس محترمين ومحترش نصيب يعني ناس محترمين جدا الحقيقة مكملتش ليه؟ كانتش في نصيب يعني بصراحة يعني شخصية محترمة ربنا بيهبوهم ايه؟ ليه؟ ربنا بيحبوهم لا طبعا محترمين والله العزيزين كان كتنا عسام طبعا وممتها وهي يعني تعملت ازاي مع الحضري في الأزمة دي؟ لحبيبي لا حبيبي أيوة يعني طلبت من يعني إدافة التمرين ولا الكسة ييه؟ ايه لا هم جم كانوا بعملوا عمره في السعودية فطبعا كتنا عسام حضري طبعا كابتني وتعرفنا على بعض اه وقعدنا نتكلم كده وبعد كده نزلت بعدها بكم شهر يعني في الأجازة اه فبس تركت دي كلمت مع والدتها ولا مع عسام الأول؟ لا مع والدتها الأول اه منعارف والدتها مع المفاح لا 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 على طويل الحضر هيجي بس وقعدنا يعني فترة ما احترمش نصيب وروحت اتكلمت مع عسام ازاي؟ لا والدتها اللي تكلمت معي طبع عسام هو اللي كلمك؟ اه اللي تمت قولي كده من المفاح اتكلم معي اتكلم معي انتعرف الطريطة السادة اه السريعة فأتكلم انتعرف بانا مكسوف والكلم ده كله قالك ايه؟ قال لي لا 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 فيش مشكلة وشوفه عايزي ايه ونتكلم وقابلته وتكلمني يعني واتفقته اه واتفقته وانت مفيش نصيب وعدت معاه عليك اتأثرت بعد كده؟ لا 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 ده والله يمكن بعدها في منتخب يمكن كان في لي مكافئات اه فهو حطني في مكافئات كمان اكتر يعني اه يعني في مكافئات ليه اه وكان في مطش مثلا كان في اختلاف فيه ما ربتش مرة اشتكيت منها مثلا الاعصام وبتاع ودخل ما بينكو وكده ولا؟ لا لا كنتش بتاخير في الحاجات دي ممكن مش من النوع ده انا اه اه ماليش في الاهالي انا بصراحة ماليش في الحاجات دي؟ اه 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 انا بس ومن ساعتها مفيش ارتباط تاني او مفيش اه اه فكر تاني في حاجة تاني في الطريق دلوقتي؟ لا 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 مفيش اه يعني اه مفيش لا لا مفيش مفيش حاجة تاني في الطريق اه خاني كده عالجنبابوي وامي انت عايش معاهم في البيت اه طبعا يعني ما اقدرش تستغنى عنهم اه انا امك ان انا والدي والدتي امكن دايما يعني على طول اللي هم عندهم كده بالليل يقعدوا يصالوا الفجر وييروا كران لحد الصبح اه ولو انت عايش صبح او ما يفضلوا يصحوني ولو ما عنديش يناموا ساعتين تلاتة ويصحوني فطار بقى وكده لا يعني اما روحت الاهلي ليك بعض اللقاطات مع فنانين في الساحل وعلى مركب وانا كنت تكلمت مرة يعني وجيترك لسرة مرة على الهواء كهربا انت في النادي الاهلي الحاجات دي لازت اخب بالك منها ولازم تبقى الامور هادية والصور تبقى بحساب ما كانت مبوسها يعني حقاك صح يعني اه اه ماش اقدر انا نخالف حقاك في الموضوع دا انت خاف عليا بس برضو احنا ممكن انا في عشرين عشرين وانا مش مؤثر في الملعب وانا في اجازتي يعني انا عندي يومين اجازة ثلاثة يام اجازة فا وفي السيف فبروح الى البحر مع صحابي وزميلي اه في مثلا اه في فنانين في فنجوم فا فالطبيعي ان انا عايش حياتي عايش سيني بس مش معكسة على مستوية في الملعب لان في حاجة في الاول الاخر يعني ممكن لعبة اوروبا كلهم واحنا مش زيهم انا بقولش لعبة اوروبا اللي احنا نزيهم لقها مش زيهم يعني هما في حتة واحنا في حتة اخرى يعني عندنا قواعد عندنا سوابت بس لازم الفكر يتغير شوي يعني انا مش مؤثر في الملعب في حاجة ملاكس في تمريني ملتزم اه كل حاجة ففي اجازاتي بخرج مع صحابي بسافر اه لكن احنا هنا دايما بندخل المواقف في بعضها اه اصداده سافر اصداده خرج اصداده عمل طب انت بتعمل اكتر مني اه بس هو ربنا ميميزني ان انا في مكانة اه وانت مش فيها يعني انا متشاف في كل مواقف انت مش متشاف صح يعني انت لما تروح البحر انت بتروح البحر انت وصحابك بتخرج اه بس انا لما بروح لا مصر كله والناس كله بتعرفك بتقول انا كسيف ولا بتكلم لا عالناس لا لا انا بقول له حالك الف اول انت صح انت خاف علي يعني الناس دلوقتي بتشوف حاجات حاجات الوحشة بتنتشر والحاجات الحلوة ولا حد شايفة اه بس برضو بعض الناس كانوا بيكتبوا كتير جدا في السيف اللي فات قالوا كهربا خلص على صالح وصالح يخلص على كهربا ويعني كان في مشاهد كتير في صهر وكانوا مع بعض في الساحل برضو ده ممكن يكون مش موجود بس يعني لازم ترد عليه بص صراحة كان اه 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 يعني النهار ده هترد على كل حاجة عشان نيفر كل حاجة في الدنيا يعني صراحة يعني باشك الحاجة طبعا عالكلام يعني اللي بتتكلم معي بصراحة بصراحة السئلة ديت ما تشرب بوجودك مادام يعني دايما بقول للناس مادام ما شفتوش حاجة بيعنيكم بديك كلامي كتير يعني ده لست شايف كهربا كان خارج مع صحابه طبعا هو وصالح كانوا مش عارف صارانين في حتا لا طب انت لي بتتكلم مثلا وانت أصلا مش فتناش يعني والله بالجد كان بيعصر كتير او مواقف كتير كده يعني مثلا ما بقناهم في البيت وطاني يوم الصباح مسلا اصحى صحابي مسلا اهلواء يكلموني يقوليه هو مبارح انت كنت صاران انت وصحاق انت وصالح شفتو قال له ما جماعة نام عندي راح التمرين وده اللي كان بيحصر اكسون بالله كابتن بس انا في الساحل في اجازة واحنا قاعدين وحراك عارف اناك الناس كلها في البحر لاما في المطاعم فالمطاعم كلها في مشغلة مزيكة وبقى فيها ناس يعني فانا في اجازة فاكيد انا لما اروح اسال هنزل البحر وبالليل مثلا انام في البيت اكيد هروح المطاعم اروح اتعش اوعد مع اصحابي وكل الناس موجودة يعني يعني بس السؤال بل يهمني انا انت قريب جدا من صالح انا اكتر واحد نديت عليه اكتر واحد نديت عليه في المكروفون ليه عمرك ما اكلمت معاه لاك كان انت معاه كتير وهو كابتن يعني الفترة الفائدة دي كان مركز جامد جدا والله يعني مستر مستميني رجع وبس انا عم كان عندي جزء ايه غلط في الموضوع ده الناس مش فهمينه هو ماخدش فرصة مع مستر فيلر ماخدش فرصة معي بصراحة يعني بس بعض الناس كانت بتتكلم والله اعلم برضو يعني برضو فرصة انت ما جود ترد ان صالح كان بيجي متبق وجاي سهران وبيخدش ينام في النادي والتنبيه انشغال لا 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 ما حصلش يعني انا امكن يعني حصفيش لايب كرة هيعمل كده لكن هو عمري ما بيجي مطبق وعمري ما يدخل ينام في النادي حص في النادي هينم في النادي يعني في صراحة يعني هينم في الارض ينم في الشارع لا طبعا يعني عشان دايما بعيد عن الملعب بعيد عن الماتشات فتلاقي الكلام من رغي عدي كتير يعني بس لكن هو لا يعني كانش بعمل الحاجات دي بصراحة الليه ما اتكلمتش معاه بحدية ليه ما اتكلمتش دي فرصة عمرنا ومسك فيها اتكلمت والله بعد الكورونا لما رجعنا بقى كنا نتمر نجامل جدا بصراحة وكان لكناها فترة أداة جديدة هو كان مركز جدا وكان عمل بصراحة مرة ووزنه نزل زيادة يعني نزل كتير بس يعني في الأول آخر برضا كابتن يمكن فرصة في إيديه يعني يعني هو لسه موجود وإن شاء الله يكسر دينا مصرميكو غلبان جدا يا كابتن والله صالح مدر ينبى حاجة في الدنيا والله موجود في الدنيا يعني صراحة غلبان جدا وطي وتقعد معاه كده تحس هو وقعت في سينا وشخصية جدعة جدا ويعني مفيش حد بيحبوش بصراحة سرك مع مين مع أم أبوي سرك مع أمك وابوك مش مع صاحبك مثلا ولا وخزنتك مع مين هم من الكنين أبوي أكتر الولد هو اللي مهندلك الدنيا كل حاجة يعني الفكة معاك ولا معاه لا معاه هو معاه هو يعني فلوسك معاه هو هو طبعا وهو اللي يديك هو اللي يديك كل حاجة انت مبزل بطبيعتك؟ مبزل؟ ولا ناشف يعني؟ انت حالك انت اللي ترد على السؤال ده لا لا عمر ما كنت ناشف بصراحة يعني انا دايمن اللف يعني والدي والدتي من زي مما يعني ان اللف جيبك مش بتاعك اه خالص انا مثلا على طول بالليل مثلا اما بارجع البيت بعد التمرين انا رحت عشي ارجع البيت ارجع البيت مثلا اومي تفتح المحفظة بتاعتي تقولي انت كليسة ما اكفل و احط فين؟ اه كل يوم كده لازم تفتح عشان تطمن يعني يعني تعرف انا كل الفلوس رحت لانه عمر ما عمري و انا نازل مثلا بارجع بفلوس معين و انت كتير اوي بتضحي بفلوس عشان تلعب لاندية و تضحي هنا عشان بطولات الوالد ما بيدخلش في الحتة دي يقولك لا الفلوس لا لا خالص خالص يعني انا والدي بس هو حاجة واحدة بس بعملها يعني هو كل اسبعين ثلاثة يروح يجيب العجلي بكرة ندبح على طول فعلا رجعتني وبس والدي يمكن اي انا يقعد في البيت على طول يعني بس عينو عليا دايما على طول على التليفون معا يكل ببكل موكس انك تتجوز نفسنه متجوز والله فعلا اوه اوة وانا بقى يعني يمكن نفسي بس اوه يعني لسنشوف الدنيا بس ان شاء الله الأول اوه اشوف ناصيبي فين يعني بازن الله ناصيبك فين هم احتمال كبير يعني احتمال كبير السنة الجاي ان شاء الله يبقى في حاجة في السكة بقى بقى. لا والله والله انا عزيم لا لا احتمالي يعني ان شاء الله. يعني في حاجة لسه عليها كلام مش هنستفسر عنها. اه فرحهم باذن الله. اه. بس في حاجة دلوقتي. لا لا ما فيش حاجة والله. اه. طب قلنا المواصفات. يعني المواصفات الجاية. انا او الفكر اللي القادم يعني. انا عاوز لا انا عايز اهم حاجة يعني نفسة لها حد زي ولدتي. بس طبعا صعب. اه. يعني. بس انت ما بتدورش في الحتي ولا بتدور في الحتة دي. ده انا انا بدور ف эти حجة ازي ولدتي بالزبط. اه طيبة يعني بنت اصول انا بالنسبة لي ب今天的 اصول يعني وطيبة و اه ومحترمة. كده تحافظ علي. يعني زي اهلي بالزبط كده عرف حافظوا علي. يعني اه وانا متضايق وانا غطبان عرفوا حافظوا علي. اه. انا حاجة كتير تفاصيل كتير يعني. انت قاد مع مع اصولتك فى نفس البيت ولا نفس الشقة؟ لا نفس البيت نفس الشقة يعني؟ نفس الشقة نفس الشقة نفس البيت لأنها بيتنا أساسي مصر قديمة بس انتو نقلتو؟ بس واما عمرهم لا هم مطلعوش من الدايرة دي خالص يعني انت عايش لوحدك ولا عايش معاهم؟ لا عايش معاهم حتى هنا روحوا هم في حتة دي كلمتني على كل الناس إلا أمح لا دا دا عايز يوم كامل دا أمح دا حبيبي ووش الخير يعني دايماً ايه القصة بق؟ والله كابتني ممكن أمح يعني كان طبعاً مع كابتني صراح عمين بصراح أول واحد تعرفه يعني اه وبعد كده بعد كده احسين الشحات يعني كده بقى هو بدأ من هنا يتعرف شوية بعد كده جالي عايز يشوف كهرباء فجيبته 2018 أول أسبوع قبل أخر أسبوع يعني داخلنا على 2019 في شهر 12 فكان عيد ميلاد واحد ثلاثين اتناشر وتاني يوم يبقى واحد في 2019 قلتوا طبعاً أنا مش عاد أصخر ما أخرجش أنا أمح أنا عاز أركز عندي مطشاط وأنا كنت في ساعاتها في الزمالك قلتوا أعمل لي عيد ميلادي في البيت عندك والله العظيم ساعات عملت له عيد ميلادي في البيت جبت جنش و جبت صالح جمعة أو جبت صحابه وعملت له عيد ميلادي من هنا بقى بس انت الحب الكبير بالنسبة له أه طبعاً ربنا كرم وبقى بصراحة يعني يعني أمح منكم أي حد يشوفه يحبه الفكة دلوقتي لعبت معنا شايف فيديوهاته شايف النبس بتاعه الفيديوهاته أوه أم حاجة عنده اليوتيوب هو وش خير عليك أه طبعاً طبعاً كل يوم يكلمني اه ايها كهلب يعني ايها كهلب انت ايه مش هتسمعني بقى صوتك وحاشتني اه هو الملابني لازين ان شاء الله هجيب جون كده على طول فعلاً وطول المطش اه ما بسمعش غير رسود قمح حبك حبه بالنسبة لك أكتر في الزمالك أو في الأهلي هو أهلاوي صميح اهلي ده هو أصلاً قبل ما امشي قال لي أنا هجيب كهربة لأهلي اه قال لي انت هجي تجي ودخطنا نزل زمالك مرة اه اه يا كابتن لا 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 هو حد يصورني الجمهور الأهلي يزعل مني هو حد يصورني قلت ما حدش يصورك والله العظيم لا عسل جداً هو بيخش المطشقات في الأهلي والمقصورة ما فيش يا كابتن مطشغل لما لاقي يا كهرب يا كهرب انا أم حاوم اوجود اعمل له كده فيش حد يقوله انت رايح فيه لا 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 الناس كلها بتحبه هو بصراح عنده كبول وجميل عسل جداً ربنا يا رب يديله الصح او عايز يمثل بس او عايز يمثل ويغني ويلعب كورة وعايز كل حاجة ومي اللي داييل له الدنيا بقى اه قريبه اه اصلا شافوا ابتده على سوشال ميديا وفيديوهات اه هو قاعد مع مع اخته يعني اخته وجوزها وقريبه بصراحة ربنا يا رب يديله الصحة يا ربه ويكرمه نرجع بقى في شوية توقع كده برضه عشان نقفلها مع الناس ماشي أفضي تاخد نفس بعد الفاصل مكملين معاكم تاني ومواقف تخص كهرباء الفترة اللي فاتت وحيرد عليها على فكرة في حاجات كتيرة جداً كنا بنسمحها ممكن ما يكونش ليها وجود بس مهمة قوة تتقفل بعد الفاصل حلقة خاصة جداً مع كهرباء الجديد موسيقى سمعت انت بتروح لكهرباء وسمعت ان انت بعد فوزي الاهلي بتروح تتبع معك هرباء وبيكلمك كله قبل ماتش انا او ماتش بادي يوم ماتش تعاني الامح عندي في جميع في ينبح ويمتي قنبه ويمتي قنبه وانا تعاني الامح يبتي انا عوضك عادت معي وكلمتي معي كويس بونت العيني حبيب الامح عندي بونت العيني طبعاً انا عادت شكراً محموك ونوبا نجم العلمي بونت العيني حضارت في كاس سمس الناجر احلي وحضارت في كاس آفريتيا التتعاني موسيقى الدوري محضرتش معي؟ انا حضارتها معي الدوري دوري وكاس دوري وكت موسيقى كاس آفريتيا وكاس آآ دوري ودوري ما انا بقى عايزك بقى تقوللي حاجة محدش عارف عن كهربا خالص غير امح موسيقى 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 أخذ مرة كلمك قالك كيف تلفون أولا يوم دا كتبيني أنت تتبع معا بيدك إنه هو، إنه هو كأنه كأنه هو ربح الأول واندى أنه غير جميل أجل ما عايزك بقى تنصح كهربا نصيحة مهمة جدا هو يسمعها منك تقول له أولا يبيني وفاقك وبييني سنحنك وإسانك أجيب جون ودكسل الجون إنساء الله بتحبك كهربا أنت؟ أقول حبيب ألبي يعيش العم معي اللي هو وحقه ونحقه الأهل البلي عنده اه 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 ادي امه امه خنابة وابا قناة محمد ثاني جيزو انشاء الله محمد سيزو فين في الاهلي انشاء الله من جنة التوهيت في الجنة الهلي جوه اتتتش وكان اتتش لفضلك ده صفقة وخبر مهم جدا هكسر الدنيا حبيبي هاشر والله انا عام كونه حاجة وانا هاشر خانج لحبي الانبي وهاشر سيزيهر حبيبي كلنا نحب امه انا نحب او جنجا جنجا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لما راح انبي من اول مباراة اول دورة اول سنة كان نجم انبي ونجم الجمهورية حدث 35 هدف وانبي مكنش خد بطولة اشبال هو اللي خليهم خده البطولة وما فيش مشاكل بس مش هاد يعني بيحب يهزر وبيحب وبدأ على كل حاجة بدأ في كل حاجة كده ومنظم وكده يعني الصراحة يعني مطيع جدا هو صغير وكان بيجي من النادي سوى الاهلة وانبي بلقى قدام التلفزيون هو تفرج على روندو بلقى نشوف مهاراته ويدرس ويخلينا البيت فيه باعة جوا فرحة من ظهره بيخش البيت بيخلي باعة جوا فرحة طلباته طلبات كتير جدا بيخلصي طلبات اي حاجة يعني يجي يلبس نبقى وقفين كلنا جنبه وقفين كلنا حواليه يعني ده وده وده ونجيب لك ده ونعمل لك طب ده بيبقى يعني مش بيلبس لوحد لازم احنا معاه كلنا كان بيقف في الفندق بعد المباراة نعمل مهارات وكانتلقى جالب بتممشي راحة جاية عليه تتفرج عليه والصور معاه وبدر راجب هو يسمىه قهربا بيحب ينام بدر جدا يوم المطش وبياكل أكل خفيف والصبح برضو بيفطر في طربة خفيف برضو بيستعد بيستعد جدا جدا المطش هيلعب مايلعبش بيستعد في أي وقت ومحمود أصلا يعني دماغه كلها كرة وبيحب الكرة جدا إذا هنا على طول كرة حتى وما فيش بيفضل هنا يلعب بالكرة على طول ضحنا جدا جدا عشان يرجع الأهلي ضحنا جدا جدا راح غربة والنادي الأهلي قد ترخيره شرط الجزاء دفعه لنا ورجعنا لبي الدنيا عندنا والجمهور اللي كان بيسنده ورجع فلازم أقل حاجة نعملها مع الأهلي إن إحنا مشجعين درجة ثالثة ساعة بقى ما جات للكورونا وكل مطش المطوشة دي بقى المطشين دول مش عايزة أقول لك كان عامل لنا أهلا ساعات نجيب بكاترة بمعامل تانية يعني في اليوم أربع بكاترة بيخش البيت عندي وهو في عيزة تعبه بيصلي في عيزة تعبه بيقوم نلعب سويدي في عيزة تعبه بيزعل ابعدي يا ماما وبني دعي بقى عشرين ساعة بني دعي والله في الفجر كده بقول يا رب ونبي يا رب يكبر بخاطره عشان محمود يا رب ونبي يكبر بخاطره عشان محمود يا رب ونبي يا رب عشان الفرقة كلها طبعاً ما بيقونش الحدي لأ أنه لما يكون رايح التمرين أو هو رايح عندهم حذرة أو أو عشان الطريق بابقى يعني عفاً بابقى الأنوى خايف عايزني يوصل في معادرة أي حدي في العمارة، خارج العمارة، في الطريق، في العربية، في ودات كبهرية عايز يستور معاه بكل قدل والله مش خاطر ابني طول المطش على طول مسكة السبحة بس طول المطش ما بسيبش السبحة خط نهائي نهائي كده وبتفقل جدا حقيقة يعني ما بمسك السبحة بتفقل جدا لان حقيقة بيجيب جوه كان قمبي اللي ما قولين تحدي بالأجبال وكانت حصل كده حاجة فقال طوله ما تروحش اللي عامة كانش بيساعده ما تروحش خلوهم بقى روحت شغلة وقفلت البيت من تحت من فوق اننا سكن في العمارة هناك درون العمارة بتاعتنا الحمد والله في مصر القديمة وقفلت الباب بعد ما مشيت اتصل بصحابه والمنطقة والأهل جاب له سلم كبير من عند الفراشة ونزل عليه واخوه ربنا يجيبه بالسماء فتحي الحمد والله نزله وجاب له عربية ووصله لأي من الملعب ونكاسب إنب المقولين وقهربة مش هننسيها جاب سوبر هاتلك ومتبقى معانا بنبقى مش عايزينك تنزل وانت يعني أحسن ابن في الدنيا وربنا يخليك لينا يا رب ونحرمش منك ونشوفك أحسن الناس يا محمود يا رب حق جاي النبي ندين مع الفرح إن ربنا نصرنا مقربة رجاء الأهلي وبلاعب في الأهلي وأي عروب مرفوضة إحنا كفاء إنه هو في الأهلي وإحنا طبعا طول أمنا أهلوية وإحنا ما فيش شهر يعد عنه لأنه نحن بنعمل بنتبع وهو لازم نتبع بنفسه الحمد والله إحنا كنا فين وبقنا فين أنت عارفين وفاهمين الحمد لله الظلمنا وربنا مهجون ورجعنا لكم تاني مع كهرباء الجديد ونعرف المواقف الأخيرة في كم مواقف كده الناس دائما بيسألوا عليهم بيفكروا عليهم سمعنا لهم 75 ألف سيناريو خد السيناريو الأول كهرباء تخصم منه مليون جنيه في النادي الأهلي إخناها مع كابتن سيد عبت عفيز كان مطبق وصهران ورايح النادي مش في حالة طبيعية بعض الناس يقولوا أنه هو يعني كان متعصب بعض الناس ممكن يقولوا أنه هو كان شارب حاجة بعض الناس يقولوا أنه هو كان في 37 ألف قصة سمعناها وأنه هو تجاوز بشكل كبير جدا ثم أخذ شنطته وروح ثم روح نام شوية هدي رجع تاني اعتذر لكابتن سيد أنه واحدة بقى فيهم الحقيقة ولا أي حاجة من الحصد أو حاجة أنا عامل ما تخيمها كابتن سيد خالص ثانية حاجة الموضوع كله أصلا بيني وبين الشناوي أه الشناوي ناس يعني ما فيش أصلا وبيني وبين الشناوي في قط اللبس اللي هو حاجة عادية أي العيبة في الدنيا ببقى ممكن يزار تقيل وبشده مع بعض وموضوع يتقفل بس هو تلع بشكل غير طبيعي عشان خاطر كهرباء في الموضوع هنا أنا توهت مش فيه يعني أي حاجة بتحصل فيها كهرباء لازم يحصل مليون سيناريو مليون حوار عشان خاطر أنا برضو يعني يمكن يعني يمكن اسم كهرباء برضو مسمع قوي آه الفلت العالي أو بجلد الوضوع العظيمة وعندي برضو يمكنني يعني كان زي ما أقول حقا مسمع بالخير يعني ولا مسمع بالخير الحمد لله بس هو مش كده كان عندي لنهاء جمهور الزمالك نحا التانية فاكبر المواضيع بصراحة يعني يعني مش كل جمهور الزمالك يعني الكلا اللي هم عايزين دايما كهرباء بصورة وعشة اشربوه يعني أقول حقا رئيس النادي تليا قالك هدية كهرباء مني لكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي هديتي هديتي النادي الاهلي محمود كهرباء رئيس النادي قالك هديتي محمود كهرباء لكابتن الخطيب والنادي الاهلي آه الحمد لله ربنا كرامني أحلى وأحسن كرام اللي هو أخي الثلاث بطولات السلسية متحققتش غير من 2006 آه ولسنا إن شاء الله فيتنين صور بإذن الله بخمسة يعني أحلى أحلى سنة في حياتي آه ومع النادي الاهلي يعني مفيش أي حاجة فى الخنية حصرت أنا والشنوي في القودة بنهزر شدنا مع بعض علينا صوتنا الدينيا انتي فجوازت فحقه شنوي آه شدت معه جامد يعني شدنا معه كانت إنما مخصدوق هو متحزار أصلاً شنوي شنوي هو أكتر واحد بيسعدني شنوي يعني حبيبي جداً واخويا يعني هو قاعدين جام بعض هو جدي جد لا هو شخصية حلوة جداً شخصية عسل جداً وبساعد الناس كلها يعني بجد يعني بساعد الناس كلها ووقت راعب يساعدنا أنا فأنا لما شديت معك كان يمكن فيه عشام شوية بزيدة معي فهو زعل بقى من اللاطا ديّت وحصل مشكلة وزعيء وده يحوش وده فش اي صراح حاجة يعني فيش من هنا في ايه في يا جماعة الناس كلها تلمت في ايه في مفيش ايه حاجة وموضوع انتهى خلاص وقعدت كبت السايد جي في ايه ومش عايف هو كده وفي القهضة ومش عايف ايه ده تعالوا وتكلموا الدنيا فما يعني احنا بيننا وبن اللعبة كبت السايد بيحلي مفيش اي مشاكل بس هما الناس يدخلي بقى كبت السايد في الموضوع اللي اتحاكى بقى كابتن حاكى غير كده خلاص ودي واقع تاخد فيها مليون جنيه كابتن ما انا عازلوا حاجة على حاجة اه انا اتأخرت ربع ساعة في انا مرة اتأخرتها ربع ساعة تخصم مني عشرين الف جنيه اه عشرين الف بس دي مليون ما اناقول حاجة على حاجة مفروض الخصم يا كابتن أربعة تلاف جنيه اه انا شايف ولا كام طب دي تخصم منك عشرين ما هما يا كابتن ما برضو هناك بتعامل بطريقة تانية خالص يعني هما عايزين ان انا مش عايزين ان انا غلط مش عايزين ان انا يعني عايزين يقوموك من البداية عايزين هما يعلموني كل حاجة صح ودي الصح يعني انا نمز دعلان من كده وانا يلوم كده في اول الموضوع وانت المليون جنيه دي عدتها يعني قلت انت تستحقها لا مش حاجاتي عدتها ممكن مفيش حاجة في النادل يعني مفيش النادل يقول حاجة وحد يتكلم فيه اعترض مش بايديك يعني فهو غزبا عنه انا بس كنت مستنى بس ناخد البطولات دي واو اتكلم مع كتن الخطيب بس مفيش يعني بس مفيش في النادل يتجواف الحاجات دي اه مفيش اصلا حاجة اه فحتى لو اتخصم انا بقول حاجة انا بأخارت ربع ساعة عشرين الف جنيه ام فما مقدرش انا انا موافي وحاضر و التزمت فيها الصمت مالتزمت واتخصمت وفيش مشكلة مرة واحدة فعلا بس ربنا عوضني بالبطولات يعني دي بالنسبة لي حاجة كبيرة يعني وفيها فلوس كويسة برضو والله كانت مبركز في موضوع الفلوس ده انا بالنسبة لي يعني نمكين ان انا اخد البطولات دي وبطولة افريكيا والدوري وأول مرة في حياتي الدوري وبطولة افريكيا اه مسبة لي حاجة كبيرة قوي اه وكمان خصم مع بيتي اللي هو النادل اللي هو اصلا انا كان نفسا بتشير بتاعه اه فبس فحاجات دي يعني هي دي بملايين ملايين ملايين يعني موقف فضل لا مفيش مشكلة والله انا بينه وبينه اصلا اه انا ما يعني سلمت على كتخطيبه مؤمن وخدت الوقت شيلته ومشيت اه بس انت كابتن فضل لا كانت مرات مو من جنبه اه فانا بتكسف يعني فما مسلمت ملتش ايدي يعني اه فلافيت فاوز زقني مش مال فتروح حاسب انا ما متركش حاجة قال لي وحا كده يالا ومش شاف فاني خلاص يعني الموضوع انا مش عايزة تكلف ايه انت انت بس انت لو مدام اه مؤمن ما كانتش موجودة كنت سلمت على الفضل سلمت عليه سلمت عليه بعد نهاية افريكيا اه 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 حتى لما بعدة لما اتصالحنا يمكن انا انت تصالحت وروحت احتصرت لا انا ما بعتزرش اه فاني بس ابا عند النوطة دي ما عالشي كابتن اه كان كابتن باركات موجود اه اه استاذ عمر الجناني موجود والعميد محمد مرجان طبعا يعني اللي بتعب معايا جامل عميد محمد مرجان على طول بيتكلمني وعلى طول دعم ليه جدا اه ما روحت اه قعدنا اتكلمنا حتى قلت كابتن باركات طولة يا كابتن باركات طولة انت عرف انت حبيبي استاذ عمر الجناني موجودين احنا كده اه هو جوه هو زعلان ومش عافي قلت له كابتن انا مش هقول اسف اه انا اقول له انت زي اخوات كبير وموضوع انت وخلاص اه ليه لان انا يعني ممكن انا ليه يعني 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 محمد يعني كابتن محمد فضل كانت اخته الله يرحمها كنت انا على طول عندهم في البيت مع مع ابن اخته سامي يعني انتيمي كنت على طول في البيت يعني وكنت بشوفه دايما فضل قال لي كده فضل طيب والله العظيم هو كابتن شخصية محترمة جدا بس انا طب انت دخلته بتقول انت زي اخوات كبير قال لك ايه؟ قاعديني ومناتكالي في الموضوع اه فقال لي انت شايل مني بساب موتش السوبر والدنيا قطول لي انا مش شايل منك في حاجة انا ما عملت لكش حاجة مبارح اه وبس انت شايف ان انا غلطان في حاجة يعني انت زي اخوات كبير اه وبس ام صافيا لابن حالي بقاشت السلام عليكم السلام عليكم خلص القصة خلص القصة عشان كده انت بركز بتقول انا ما اعتذارتش ده معا اه معطا اه اصلا هتزري على حاجة ما عملتاش الالي كان موقفه معاك مسندك في الحتنة طبعا ماش حاجة اه انا الفيديو موجود في بيان نزل من اتحاد الكورة ثم البيان اتغير ما تتظرتش انا كنت شروح اصلا اتحاد الكورة اه كنت شروح اصلا جمهور الالي سندك في الموقف ده ان انت مش غلطان انا مش اول موقف جمهور الالي بيسانيني دايما اه لان انا مكنش غلطان خالص اه والله يا كبتن والله موقف بغلط فيه عصت انا مش اه يعني انا لو زعلان من حلقة انا زي ما بقولك مسك وتزعلان من حلقة انا هكلمك اقولك انا كذا 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 لكنه عمري ما هشوفك في مكان ومش هجيلك اه انا مش انا اللي دايما حتى الاصغر مني دايما روح اسلم عليهم اه اه انا ما عنديش جوية حقد وشيل وكلام ده كله خالص طيب نخش بقى ع السوبر اللي انت عايز تتكلم فيه نزلت قهربت الدنيا وقهربت الماتش والدنيا كتمشي بهدوء تماما والله يا كتن انا ما عملت حاجة اه انا اول حاجة في ماتش السوبر حزم امام زميلي زا ايني زا قعدية قدم الجمود فيش مشكله تاني كورا طاري داخل عليها جامد ويتكلم عابو الراحة وراح عشتامتو موضوع انت ملعب مفيش مشكله بعد الماتش هو العادي ان في الملعب اللعب يشتم اللعب دانا وطاريك وانا وانا مع الزمالك وانا كل الماتش وكان نشتم بعد قدي كده وانتو بتلاقوه مع بعض انا مع بعض اه بعد ال اه منترفيز ملعب عادي وبعدها مفيش اي حاجة صاحبي ومفيش اي حاجة والله اه طيب متنرفز بس عايزين نكسب اه فعبدا لاجمعة ده قاعد سنة كاملة معايا في الاوضى يعني عبدا لاجمع أخوي الصغير واخو صالح أخوي الصغير اه ما فيش حاجة بينه خالص وحبيبي وانا لما هو بيجري اه كان راح نحية الجمهور بتاعي انا كنت راح يعملو اي اه انا كنت راح ااخدو وأبعيدو عن الجمهور yeah لانا انا بخاف عليه وابعيدو اخوي الصغير ولو كان لعيب تاني انت بقول شه هادربو عمري ابحضرب اخوي الصغير حاجة. خلص خلص تروح قاعد تعديك. الحاجة اللي جاية رحمة الديني طرد. اه. ده اللي حصل كله. دخلنا الاودة ولا حد تكلم في حاجة. اه. يعني ما كانش فيه مطحنة جوه واخناها. ولا حد تكلم. اكسم بالله العظيم وحيات لا 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 ما حد تكلم في حاجة. اه. اللي هو يعني يلا خلاص رجالة محتاش نصيب يلا بينا يلا بينا. ما فيش حد عدبك من ملعب نادي الزمالك يعني انت برضو زمله. وزمل على قديم. انا عملتش حاجة مش هي غلطان. اه. لانا ما في المطش مضروب ومشتوم وما. طب جنش منزلش مسلا انت علاقتك بي كويسة بس يا جماعة ان احد يهدي القصة الدنيا. لا ما هو الدنيا بقى ساعتها بقى سيخنة انت هو انا بعيد. انا اصلا ما عادش توقفت ليه. اه. يعني الحد النهاردة انا نفسي عارفت وقفت ليه. نفسي الاقي فيديو ليه. اه. جابوا لي صورة. اه. وانا بكسر الايس بوكس بتاعنا. طب ما ده بتاعنا احنا. اه. عندي الدكة بتاعتي انا متعصة فمش هتخني محد دك. اه. ده هنا بحط رجلي عليه. اه. حاصل عديث بينك ومن شكبالا بعد المتش. لا لا لا. اه. كلمني بعد لما اه. بعد انا متوقفت. اه. قال انا متزعلش ومش عارف ايه. اه. بس. رأيك ايه في شكبالا. بس هو مستوى الشخص طبعا انا واني حبيبي وطيب جدا. وغلبان جدا. بس انا ممكن. يعني مشكلتي ان عمر ما فيه العيبة هي عادي جمهور. اه. يعني بس بقوله حالك الوقت انا مجالش فرصة ان انا اتكلم على جمهور الزمالك. اه. لان عمر ما هي عادي جمهور الزمالك. وعمري ما اطلع اغلط فيهم. وعمري ما مسلا انا هجيب جهون هروح للتالة ميعمة. بس في يوم القامل الناس دي. اه. الناس دي في يوم القامل بتشجعني. اه. فانا انا يعني ببقى دايما كل ما هما ييجوا بيغلطوا فيا دايما بحاول ان انا حسن صورتي. يعني انا مش عايزهم بسعالهم انهم يعرفوش حاجة. صح. لكن موضوع شكبالا هو موضوع موضوع طويل قوي. طويل يعني من من سنين السنين يعني من ساعة موضوع الجزمة امتيالي والشتاي. مين اللي غلطان في. يعني انا انا كشخص مسلا انا لو جمهور الشتامني مسلا جمهور صالح جمعة حبيبك يعني ما فكرتش تكلمه في موضوع عبدالله جمعة ساعتها ان هو الفيديو اللي نزل وضرب يا بدري والحكاية والرواية لا اكلمته بس صالح خليب يعني اقولي حكا يا صالح ما هو هيقولي عبدالله ايه هو اكلم عبدالله من اليوم مرة قال له ملايش الحاجات دي وكين في يوم من يوم تيجي الاهلي يعني ملايش الحاجات دي فهو برضه عبدالله برضه عبدالله طفل يعني طفل يعني مش صغير كده وهو طيب برضه طيب جدا هم طيبين لفين بس هو غصبا عنه اه يعني قال كذا حاجة كده بس انا دايما عندي مشكلة اللي بيعاد الجمهور هو الخسران مهما ما حصل صح مينفعش تامي الحاجات دي خالص صالح كان ممكن يروح الزمالك؟ كان ممكن يروح الزمالك كان جايله؟ لا لا في اللحظات الاخيرة كانوا بيتكلموا معاه كانوا بيتكلموا معاه اه يعني اتكلموا معاه بس اه هو يعني افضل ان هو رحسي رغميكا استقرار اه كان مو فترة ساعة في البداية كده ما تكلمش معاه رمضان صبحي وراح بيرامدز؟ انت تقريبا نفس الحال يعني انت برضه كان عندك عرض بيرامدز وكنت رايح؟ لا لا ما كلمتش معاه اه ماليش انا يعني هو قراره وماليش علاقة يعني بموضوعه من جوا نفسك كده يعني لو جيسي قالك وتتقوله ايه؟ اوعا اوعا تمشي ام ونجم كبير والناس كلها بتحبك كنت عامل معاملة تانية خاصة جدا ومش يعني نادي بيرامدز نادي كبير اوعا تقال بس انت عندك لسة تتاة وعشرين سنة اللي بيروح نادي بيرامدز مثلا يعني شوف كبتان اعمل فتحي مثلا انت معا ان فتحي روح؟ هو عامل حياة كتير اه بس ساعة مثلا تجديد العقد انا ما عرفش ايه المشاكل اللي حصلت بس هو روح لكن محد يعني دلوقتي هو خرج من باب الكبير اه بصراحة يعني خرج من باب الكبير راجل مقد الاخر ديه وكان نفسه رعب النهائي على فكرة صح كان هيموت رعب النهائي كان معايا على تواصل وان شاء الله هتكسبه ومش عارف ايه وكان بيكلمني كتير لكن استطوع عشرين سنة يعني هو لعب كواس جدا اعم يعني هو مش 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 اي لعيب مثلا اهو عنده موهبة وانهو كان ممكن نخيان نادي الاهلي سيبت الشور واللسانة باليس كنت احاق ان نرجع الدول الانجليزي تاني اه يعني دايما هتكبت الممكن نادي الاهلي والزامالك متشافين اه الملت 모� Sungzel و أنت فى الزمالك؟ كنت تحب جمهول أهل آو Philos engag GovOLD وا طبعا و أنت في الزمالك؟ franchism يعني و أنت في الزمالك؟ يعني و أنت في الزمالك كان من جواك أهلائي بالأهم وقأصلك med aim af Brother أساني كنت دعا في الفرقة علىه ردو لها أهلئي أهلاوي،و الردو للسحابة بزمالي بس لا oroعدني Moore خالص لا�� الشمالك في العمل مالهاش بزمالك لو كنت قسما من بله أنا ماتش النجم الساحل أعلى يعني كان جمهوري الأهلي أقرب لك من جمهور الزمالك وأنت في الزمالك أنا طبعا كلهم أنا كنت مع الجمهور أنا صغير في المدرج بس ما ناشي أنا مشيت من الشركة ديت وروحت الشركة دي وأنا صحابي كلهم في الشركة دي فأنا في الشركة دي مش مأثر وموجود بتعمل عليك باحترافية وعمري ما غلطت في حد يعني من الجمهور يعني ما ليش دعم ما ليش علاقة لكن أنا دايما يعني دايما صريع عمري ما رجعكم وزعلانين كنت دايما أقول لي جمهوريزما عمري ما رجعكم وزعلانين كنت موت نفسي وموتش إن إجمي استحالي هناك كان في حاجة غريبة يعني كسباني واحد سفري هنا وكان نفس أخذ البطولة الأفريكية دي وهناك آخر عشر دقائب راح مطلول من هنا جنش وانا واقف عمادي السيد عمليش الدني قال لك يا ربا خلاص كده هنواقف من جون وأنا صعبان علي نفس عمال كابتن أكسوم أنا دموعي ورايبة شوية صعبان علي نفس إن كل حاجة في حياتي بتتهد طرح عهيط يعني عشان خاطر برضو الجمهور إن هو لازم يفرح بس من وجه نظرك ما بتوعك كده ترجع راسك لورا مين أحسن لعيف الدوري المصري طلع نفسك من المعادلة يعني أحسن لعيف الدوري المصري استنادي شناوي محمد الشناوي محمد الشناوي بص يمكن كل ماتشوات ومستوى ثابت أم يعني عمل كل حاجة استنادي بصراحة أنا موقع يعني ممكن في لعبة كتير في ماتشوات جابت أربع تجوان خمس تجوان شناوي بالأرقام ممكن يروح للحضري هيروح طبعا هيروح حضر الوقت هيسعى الكلام داي هيجبل ليه لك في مكالمة هيروح هيروح طبعا مركز يعني أه وليس إن شاء الله مع المنتخب كمان بطولة أفريكا اللي جاية وإن شاء الله لنروح كاسعى ألم حاجة مش هريفة هو دايما حالفة كابتن ممكن ماتش اللي طراع الجيش جي كده في آخر الخمس داي كده قال لي يلا يلا خلصونا قالت له فإن شاء الله أنت اللي خلصونا والنبي خلصوا لي عشان خاطري عادت تتحايل عليه وهو خلاص يعني الخمس داي داخر على اللي احنا عادين في عادين من نشرب مية فخلاص ففضل الخمس داي وعن دربات الجزائي وإنبي خلص خلص هو قبل أك أم يتكلم معي خلصونا 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 فهماتش شفتولي خلص أخير خلص خلص إنت إنت اللي هتخلص الدنيا أنا عاي متوقع متوقع أنا ما بيبقى واقف كده كلنا متمنين بصراحة يعني راي كيف أحمد الشناوي أحمد الشناوي بتعشرته فترة آه لا طبعا جن عالمي بصراحة بس هو يعني فيهم نفسة جامدة بصراحة هو مهدي يعني أصوم أصر في حق نفسه شوية بسه أنا كنت يعني أنا عمر بحبش كلام العيبة يعني بصراحة يعني في موضوع ده بس يعني هو إن شاء الله يعني هو لسه العمر قدامه على فكرة ده حب أحمد أحمد جن كبير وإمكانياته كبيرة جدا جدا وأنا بحبه جدا مستوى الشخصي وإن شاء الله بإذن الله يعني أوليسة الفرصة قدامه يعني أوليسة عنده 28 سنة توقعتك ميلي يلعب في رمز في حراس المرمى يعني المهدي شريف إكرامي هو يعني توقعي مثلا السناء ده يبقى يعني هو لو يركز أحمد هيلعب هو لو يركز أحمد هيلعب طيب نطلع فاصل مكملين بعد الفاصل مع كهرباء الجديد مع المنتخب الوطني وآخر حدثنا عن المنتخب الوطني ومشوار كهرباء مع كوبر بعد الفاصل ورجعنا لكم تاني عزيزي المشاهدين ومكملين معاكم حدثنا مع كهرباء الجديد ونرجع نتكلم على المنتخب الوطني وكوبر أفضل مراحلك مع المنتخب كوبر شاركت وكنت كويس ورقل كان مقتنع بيك يلعب بيك في أي حت تحت راس الحربة راس حربة حتة الشمال أي مركز هو دايما كان في الثلاث تغييرات أنا كنت لازم موجوز في دمن الثلاث تغييرات بسرعة بسي الماتش أنا مش فاكر الماتش إيه لأن انت نزلته والماتش كان مخنوق قوي ومت جايب جون لافف كده ده ماتش المغرب ده حق الجابون الجابون مش مغرب في المغرب أه كان بطلع في الجابون وقفت في المغرب في المغرب أه هو ممكن ده الجون أه أه ده في بقى بطلع برأس حربة في الماتش ده أه ما هو آخر خمس دقيق ربنا كرامني يعني 30 سنة سمع عليكم ربنا كرامني في جون وعن المغرب كانت مسك أنا في الماتش ده كابتن يعني كانوا متخب مرعب بعثة الجابون دي كانت بعثة عدد إصابات كتيرة جدا وكل مرة ده كنا في الآخر قلنا حجازة حيلع برأس حرب النهاية كانش معانا لعيبة نحضرش على لعيبه ثلاثة بره من زعلت على النهاية كنت أموت لأنني كنت ماشي بشكل كويس جدا يعني في البطولة يعني من أول وبعد يقولي أنني قلت خلاص الحمد لله ياخد الكاس أه عكده ما حصرش يعني زعلت على البطولة دي كنت أموت صراحة كلنا يعني أه كنت أموت صراحة لها كنت أموت صراحة جدا أه بس يعني إحنا كنت أموت صراحة بالشكل إن إحنا كنا برضو عملنا اللي علينا أه وعملنا واللي زادة لأن إحنا كنا كان فيه استقبال رائع في المطار إما رجعت يعني إحنا كنا متوقع إن إحنا نرجع بعد أول بعد الثلاثة أول ماتشاط بس بس الحمد لله يعني ربنا كرم بسطت في المطار إما رجعت أه طبعا حاجة بالنسبة لي كبيرة تشيرتوا منتخب بلدي وراجع والناس كلها بتستقبلنا بشكل حلو لأن إنت عملتوا اللي عليكم إن شاء الله الفرصة اللي جاي تأخذوك بطولة أفريكيا فإن حاجة بالنسبة لي حلوة جدا سيبنا من التصفيات لأن كان مشوار طويل جدا في التصفيات أحلى ماتش ليك فيه إيه في التصفيات كاسعلم التصفيات كاسعلم ممكن ماشتليكتش كتير يعني شاركتش كتير ماتش تكونه شفتو إزاي كنتش داريان بحاجة كنتش داريان بحاجة يعني إحنا بعد الجون التعادل أنا قمت شجع خلي الجمهوري يقومي شجع آه يعني قمت من عديك كده بعد ماتش التعادل آه بعد الجون التعادل على طل واحد واحد شجعه شجعه لا قولي من البداية أصلا كنت في الستوديو فوق في المدرجات روحنا إحنا كنا بنسخن آه فكتنا خلاص عمل التالي التغيرات لا إنت الماتش الحد الشوت الأول صفر صفر والماتش تخنق يعني الماتش لا لا كنا عايفة أنا هنكسب أنت في الحيطة ما كانش عندك آلة مفيش آلة هكسب ونسعد من الكاس علم آه خالص بصراحة فكنت متوقع أن أنا شارك كمان بس ما شاركتش فنزلت تالي التغيرات فأنا رجعت رح الجنجي آه واحد واحد يعني مشكلتي بفكر هنروح غيرنا إزاي وهنسعد من غيرنا إزاي آه الدنيا صعبة يعني أنا أستنى حضرت ماتشستها واحد طاع مستر برادلي زمان إن كنت موجود مع منتخب فأنا كنت رئيس الباس آه فالدنيا كانت صعبة جدا نحن أنت كنت متوقع بل ما شاركتش فيه كنت احتياطي كنت مع عمر زكي آه عمر زكي أم سخد لوحده أعمى أنا عارف فتفهش فكبتن فكر كده عكده وعكده قمت لا قلت فيه فيه وقت آه خاليتش جميلة تشجع تد يد دفع للعيبة حد بما ربنا كرمنا بضربة الجزايا يعني بصراح آه وعكده خلاص ايه بقى؟ انا كنت شايفة اما كنتش بتلافف اه احنا كلنا نجرينا بقى الجنجي خلاص لو انت في الملعب تاخد الكورة؟ لا لا ما تاخدهاش اه في الوقت دوت اه في يعني مش لو انا ما احطوط رقم واحد اخش شوت اعم انا بس اقلك لو انت افرد اه طب افرد رقم واحد افرد صراح مش في الملعب بس ورقم واحد ده ادي ده ظهره اه لو انا بعدي اخش شوت لكن لو انا مش في الارقام مش هدخل لو انت رقم اين تخش شوت؟ هدخل على طول اه لكن لو مش في الارقام مش هدخل تخش تعمل ايه؟ يعني تاخد الكورة تبقى مفكر ازاي؟ شعورك ايه؟ كنت شتها في النص بجد والله؟ والله عظيم ليه؟ ليه في النص؟ اكتر حاجة مضمونة اكتر حاجة مضمونة و انا و قوية انا شتها قوية في النص انا كنا عايزين نقام حاجة ضمان كاس عالم اعصاب مفيش هزار اه خالص شفت ضربت الجزاء ولا تدورت ديت دهرك؟ لا كنت ميت دهري كنت ميدي دهرك اه وسمعت الاحتفال اظن ده اع جريت خالص جريت اعظم احتفال في التاريخ طبعا صعدنا كاسة العالم ولا اعتقى حصل تاني ان شاء الله بإذن الله يعني ان شاء الله بالليل عملته ايه مع بعض؟ يعني بالليل اتكلمته في ايه؟ الحديث كان ماشي ازاي؟ حدش كان موجود مع التاني كل واحد بقى في الدنيا تانية واصحابه والدنيا تاني وقابلنا السادة الرئيس السادة الرئيس فتاع السيسي طبعا يعني تكريم رائع الحاجة حاجة مشرفة يعني اه فتلقنها ميسكندرية على ايما انا كنت معا انا كنت معا موجودين كلنا كلنا موجودين ايه بكروا منزلنا الجاراج متاعت عشان نتلع عشان نتلع عشان نتلع المسرح يطلع لا لا كان حاجة حلوة جدا وكان وكان يعني حاجة مشرفة بصراحة كاس العالم وانت رايح احلمك ايه بقى تمحوتك ايه كان نفس الصراحة يعني كاس عالم صراحة كنت تاخد وقت كافي يعني بس حمد الله شاركت في التلات مطشاط يعني وكان نفس انا وصف لحتة بعيد يعني بس كانتش في نصيب صراحة كانت سهلة ولا صعبة؟ لا كانت سهلة كانت سهلة اه كانت سهلة بصراحة بعض الناس كان احادا يتكلموا على المعسكرات تقول ما صراحة كان فيها هرجالة وده وشاو مش فيه تنظيم سوق تنظيم ناس تقول منظمة لا لا كنا في حتة بعيدة يعني كنا في حتة تانية خالص كانتش فيه هرجالة خالص ما كانش فيه كده خالص لا لا انت كنت قريب من ايهاب الهيطة اه بش ما انس ايهاب طبعا حبيب قلبي واحد من الناس اللي تعاملوا باحترافية بشكل كبير مع الملف ده طبعا لا وكان اصعب مواقف حصلت في حياته بساعة تكسر عالم اه كان بيديله واحده الدنيا اولي كان بنظموا لعيبة وحيات كتير يعني كان مصيرين كتير اوي هناك هو كدر كبير ومحترم الحيات اه بصراحة لا شخصي محترم يعني ماتش مثلا روسيا ده كانش فيه فنانين في القتال والناس قالوا والناس عقا لا كان فيه ناس كتير اوي في القتال اللي ماتش روسيا اه كان فيه بس بعيد عننا اه انتم ما شفتوش حد يعني يعني حدش كان هيقفر رابلنا خالص يعني انت ما شفتش استقرار مع المنتخب ودوء زي الفترة دي لا طبعا اه يعني استقرار ودوء يعني فترة كويس جدا بصراحة والفترة داية بصراحة يعني المنتخب بصراحة برضه في استقرار بصراحة الفترة اه يعني فيه برضه استقرار وليسه يعني ندخلين بقى على المطشوات البطولات يعني فرغ اه عايسه لك سؤال غريب شوية دايما من السهل ان حد يطلع ينتقد المنتخبين المعسكر كان فيها رجالة بعد اي اخسارة مثلا وليه مفيش لعيبة بتطلع ترد مثلا زيك وتقول ما انت كنتم موجودين مثلا الدنيا كان فيها التزام وكان فيها هدوء لان بيبقى فيها مثلا ظل مثلا واحد زي اه بلهيطة واحد مثلا زي مدير داري المنتخب ما هو بس حكا حاجة يمكن اهو مش دورنا اه 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 ولو مثلا قدر اجل حصل على رجالة احنا بعيد اه يعني انا قعد في اوتي اه مش اخرج المطعم بتاعنا ببقى بعيد اه يعني زي حكم انتا عادين هنا مثلا دي اوتي اه والمطعم مثلا هنا بعيد مثلا بتاع اه يعني شوية مثلا بيروح المطعم اه وكل اللي بيرجع اوتي اول يعني نقعد مع بعض يعني اه بس حتى انت الفترة دي تشويفها فترة نكحة للمرح لا طبعا اه فترة كويسة جدا الفترة طبعا مش منسى قبل ايه طبعا فترة نكحة جدا مستركوبر طبعا وحمود فايز بصراحة برضو كان شخصة محترر مبرضو صراحة يعني كان حسام غالي ليه تصريحات ان في التوقيت ده كان دايما كابتل حسامة نبيه اوجاز الفني المنتخب كان فيه اهلي وزمالك وفيه فرق ما بين الاهلي وزمالك ومشاكل كتير ورعبة من هنا اشتكت كنتش موجود انا بصراحة فترة دي كنت اعب في الوضع؟ لا كنتش موجود والله ده اسفادة دي تعت نجارية اه كنتش موجود في الماتش ده اه هو الماتش ده الوحيد اللي كان فيه وبيكلب بصفة عامة يعني اه لا لا ممكن ما شفتش يعني بصراحة حاجة كان فيه حاجة في المنتخبات اسمها لعبة اهلي وزمالك وحاجات كده؟ لا 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 كنا مع بعض يعني كلنا بصراحة مفيش اه مفيش الكلام ده خالص ولا عمرك شفت المشاكل ولا سمعت المشاكل؟ لا خالص ولا كنا نقعد مع بعض دايما يعني دايما اه دايما ايه فرق بين قط اللبس او سيستم في الزمالك و سيستم في الاهلي؟ هو بصراحة يعني لا السيستم هنا و سيستم هنا مختلف يعني فيه؟ في النادي الاهلي فيه استكرار اكتر اه فيه سيستم معمول من ناحية فيه يا يعني انت البست الفانيليتين وقعدت في القطين بلس برضو في الزمالك فيه برضو سيستم بصراحة بصراحة يعني مش مش بس فكرة في الزمالك كان ممكن اه ممكن راح لتاخر خمس دايق تاخر عشر دايق على الوضع عادي في الطريقة كان في الاهلي اه صعب الاهلي بماشي بيبنوا اه فيه بنام متأقلم عادي مع النادي الاهلي؟ اصي بعد الناس بيقولوا يعني قرب عشان يمسك في سيستم الاهلي اه مش سهلي يعني دا بقى يعني عشان انا كنت ممكن اكون متعودة على حاجات تانية خالص اه بس يعني الحمدلله لا انا مستستم تمام ومستقر جدا تبشت عادة على الالتزام وكده؟ انا متعودة على الالتزام بس يعني 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 انا كنت في الزمالك كنت يعني برحتي واخد رحتي اه زيادة عن اللزوم يعني اه كنت عمل انا عاوز وموجود برحتي كده لكن يعني ممكن تعمل ايه برحتك؟ كنت موازع اللعيبة يعني لا لا مش موازع اللعيبة خوي يعني في الآلي مثلا يعني تروح التبليم برحتك ما تروحش يعني لما تأخر مثلا عادي ممكن تأخر عادي كذا مرة بس غزبا عني يعني اه مش 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 مشكلة اه في الآلي لاا في في خصومة بتتضعف اه في اه يعني فيش مثلا حدي وازعلم قلب وشه اه ملعبش يلي بوش يلا هناك عادي ممكن حد يلي بوش شوية عادي يعني مثلا إن كابتسايد مثلا دايما أرايب من لعيبة يتبطب على داو يتبطب على داو عايز إيه طيب يعني يعني هناك مثلا مشاكل شخصية يعني عند مشكلة شخصية في الأهل بتحلف سانية لكن كان مثلا في نت الزمالك لو حاكيت موقف صغير بيطلع بالليلة للفضايات كلها مصر كلها بتعرفو أعضاء الجامعة العمال نادي الأليس تقبلوك إزاي يعني وإنت داخل النادي أنا ربما كلهم بوس يا وي أني هم شايفيني أنا واحد من النادي بالزميع موجود في نادي دا بقالي سنين حد النهاردة يعني كل يوم وأنا داخل التمرين لازم أجي قبلها نص ساعة ناس كلها تتصور معايا وأنا خارج نفس الحكاية وبقولش الحد لأ لأن دايما بس فأديني يعني هناك مختلفة مين رفيقك في الغرفة؟ لا احنا كل اللعب دي الوقتي فوضة بس لما نسعد ما روحت الألي وكل اللعب فوق نتقب فوضة لا كان الأول عادت معدي يعني كان كل مرة عاد ما حد الشكل يعني لحد المستقر لحد المستقر لحد المستقر عبدالله السعيد رايك فيه؟ لا لعب لعب كبير طبعا لعب كبير ويعني بصراحة يعني لعبه ممتع بصراحة لعبه ممتع لما نبيلو تريسجيك جندي المجهول في المنتخب بتشوف كده؟ ليه اكدت كده؟ جندي المجول طبعا بس اخد حقه نجم برضو؟ لا طبعا نجم بس كبت اني ممكن كل اللعب بياخد حقه فيش حد اني ياخدش حقه بس فيه لعبه صعبة الظلم؟ بس فكرة عندنا كدنا احنا في مصر اينا احنا عندنا جماهير جمهير الاهل والزمالك فلاعبتها رقم واحد يعني هو كسبنا جمهور الزمالك هيطلع باللعب بتاعته والسامة والجمهور الاهل هيطلع باللعب يعني تريسجيك لو كان بيلعب في الاهل كان هياخد حقه مختلف اصدقى طبعا يعني النادي الاهل بيعلي اي حد ونادي الاهل بتكبر اي حد وتبعا هو يعني الوقتي بيلعب في الدور الانجليزي فما كانت تانية خالص يعني وانا متوقع له والله يمكن منتكلم معه على طول متوقع له ان هو يروح اكبر عنده بإذن الله فرصة بقى ان انت معايا ترد على كل الجمهور سواء النادي الاهلية سواء جمهور مصر اللي دائما بيسأل على مروان ودائما احيانا ينتقد مروان ومفيش مدرب او مدير فني اختلف على اداء مروان كل اللي بيجو بيدولو فمعنى كده ان هو راجل لعب كبير مروان احسن يعني من احسن مهاجمين مصر وشايفوا او مصطفى محمد يعني هم اللي اتنين بنفسوا بعض في مصر بصراحة وهنفسوا بعض السنين اللي جاي لان مروان يعنى محاجم اللي فاد طلاعه الجيش نهاية الكالس هو اللي صناع الالجون يعنيه وكل محاجم بيصناعلي وكل محاجم بيلعب進 serوا الناس دائما بتشوف المهاجم لازب يجيب جوان فهوا عنده عدم توفيع المهاجم اللي بيوصل للجون كتير ده مهاجم عالمى المهاجم اللي بيوصلش للجون و جيب جوان الممكن ميوصلش للجون مهاجات سيء يعني يجيب جون مسلا كل فين لأ لكن مراونا بيوصل لجوان كتير صح وبيجيب جواننا جبلنا جوان كتير وبصراحة مهاجم مؤثر يعني يعني إن شاء الله إن شاء الله في فترة جاية يكسر الدنيا بإذن الله إمتى كهربا ممكن ياخد 90 دقيقة في الأهلي إن شاء الله جايك كلها إن شاء الله ثقة في الله إن شاء الله تثقة في الله أنا جايح طيب عايز يعني وأنا بقى بختم معاك إحنا خلصنا حلقتنا وأنا تشرفت بوجودك جدا عايزك توجيه انت كلمة كده بقى تكلم براحتك خلص لجمهور الأهلي ثم لجمهور الزمالك تتكلم بكل بقى اللي جواك على فكرة انا عايز اقول للناس ان انت قبل الهوى انت نفسك قلت لي انا عايز اكلم جمهور الأهلي وجمهور الزمالك يمكن طبعا عاشو حقا طبعا بكلم السف الآخر يعني هتكلم بكلمة وارشو حقا طبعا اللي أنا متشرفة نossip حالك النهاردة يمكن هالو حقا طبعا ابدأ بجمهور النادي الزمالك يعني اللي دايما يعني يعني ضحوا بحاجة مرض وفترة الفاترة دي ضحوا بضغط كبير جدا لان انا اتحاربت جامد بصراحة وبشكروا معنا دعاهم لي وخليكم دايما في ظهري يمكن انا ماليش غيركم بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني تدعموني ان انا ان شاء الله يعني اكون عندي حسن ظنكم اعمل حاجة كتير اوج عشان افرحكم وانا موجود في النادي وبيتي ان شاء الله يعني موجود لحد ما اعتزل وعمري في حياتي ما اعمل مشكلة يعني بسبب لعب او او ما لعبتش يعني انسوا الموضوع ده تماما وعمري ما اكون زعلان بس انا ممكن ابقى زعلان ساعات عشان خاطر ببقى خسران وبقى يعني مش كسبان فعايسكوا دايما في ظهري لان انا ماليش غيركم جمهوري الزمائك طبعا يعني وبقولها دايما ان عمري ما بكسف ولا بخاف يمكن انتوا ساعدتوني كتير قوي ان انا بقى محمود كهربا وليكو فاضل علي كبير يمكن انتوا فيه فهمي كبير جدا ومتحميني عليا زادة عن اللزوم بس انا عايزكم يعني بعد الحالة دي تعرفوا الحقيقة كاملة وتكونوا دايما يعني نفس الحب اللي كدو بتحبوني و لان انا عمري ما تجاوز في حقكم و عمري ما أعدى كيد فيكم لان انا مش الشخصة دي خالص وانا لما كنت موجود في فنان الزمالي كان عندي انتماء كبير ان انا دايما افرحكم وبس يعني عايزكم يعني عايزك انت بالذات تقول كلمة لكل جمهور مصر في مبادرة نبز التعصب امكان يعني مفيش تعصب خالص يعني عايزكم بعد اذنكم احنا لعيبت كرة وانا لعيبت كرة هوت وكنت بارع في فنان الزمالي ودعت في فنان الزمالي ولما لعب مثلا هلعب مع ناد الزمالي قدام الزمالي هلعب بكل روح بكل حاجة بس مفيش بعد المواطش مهما هنشد انا واي لعيب زميلي في فنان الزمالي بعد المواطش انا وهو هنتقابل ومينكلم بعض في التليفون وانفيش اي مشاكل بنا انتو بس عايزكم ما تتعصبوش انتو اصحابكم انتو اخواتكم لان ده غلط ومش اي حاجة تسمع تتقالي يعني لديم تشوفوا بعينيكم عشان خاطر ما يحصلش تعصب اكتر من اللي احنا فيه دلوقتي يعني انها مش مستحمين بصراحة شرفتني ونورتني حبيبي ربنا خليك كابتن وبشكرك على الحلقة الجميلة ديت وعلى الكلام انت يعني طلحت كل حاجة بقى لنا سنين ما كايناش فيها فربنا خليك اما روحت النادي الاهلي كنت بتروح احيانا برامج مسلا برامج مسلا كوميدي برامج مقالب بتاع عملتلك دوشة في النادي الاهلي طبعا يعني لو اتعادل موقف تاني مش هتروح لا 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 يعني مش كتير بصراحة يعني هروح برامج بس في اوقات معينة في اوقات معينة بس ممكن تروح نفس برامج برضو المقالب وكده هروح كل حاجة هروح كل حاجة ربنا وفقك يا رب برامج كلها كبيرة والنجوم كبار وان شاء الله بإذن الله اتمنى لك كل التوفيق وتكسر الدنيا وترجع لمكانك المنتخب تاخد تسعين ديال في النادي الاهلي وبعد الحلقة الناس يكون فهمتك بالشكل اللي انت تتمنى وانا اتشرفت بوجودك معايا حبيبك يا ربنا خليك وانا متشرف بحلقة جدا بجد بش 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 برامج حبيبك يا ربنا خليك خلصنا حلقتي حلقة خاصة جدا 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 هي مش مسألة حلقة ولا سب ولا حصريات ولا حاجة خالص هي حلقة خاصة جدا في معرفة محمود كهربا الجديد او محمود كهربا الحقيقي بشكره اتشرفت بوجوده معايا ان شاء الله بإذن الله اشتركوا في القناة